السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم طلبة وطالبات الصف الاول ابتدائي نستكمل مع بعض دروس مادة تربية دينية الاسلامية نهاردة سنقوله هناخد درس جديد بيتكلم عن مولد النبي وفي درسنا النهاردة هنتعرف على متى ولد النبي من ابوه من امه من عمه من جده تعالوا كده مع بعض اول حاجة نتعرف عليها قلنا متى ولد النبي ولد النبي في عام الفيل سنة خمسمية واحد وسبعين ميلادية ولد الرسول صلى الله عليه وسلم في عام الفيل سنة خمسمية واحد وسبعين ميلادية طب يا ترى لما الرسول اتولد كان بابا عايش ولا ميت لا كان بابا ميت لما عندما ولد الرسول كان بابا ميت يبقى هنا مات ابو النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يولد الرسول مات ابو النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يولد الرسول تعالوا كده نتعرف يا سنة اولا مع بعض على شجرة الرسول صلى الله عليه وسلم الشجرة دي فيها ايه؟ فيها اسم هنا هو اسمه ايه؟ ابو طالب ابو طالب ابو طالب ده عم النبي ابو طالب عم النبي فيه السيدة اامنة بنت واحد اامنة اامنة دي ام الرسول عبد الله ده ابو الرسول عبد الله ابو الرسول صلى الله عليه وسلم عبد المطالب جده دي اسمها شجرة نسب الرسول اسمها ايه؟ شجرة نسب الرسول يبقى هنا السيدة اامنة بنت واحد اسمه ام الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى ام الرسول صلى الله عليه وسلم اسمها ايه؟ برافو السيدة اامنة بنت واحد ام الرسول صلى الله عليه وسلم اسمها ايه؟ السيدة اامنة بنت واحد طب مين مردعة الرسول؟ مردعة الرسول صلى الله عليه وسلم السيدة حليمة السعدية السيدة حليمة السعدية مردعة الرسول صلى الله عليه وسلم تعالوا كده مع بعض ماتت ام الرسول وعمره ست سنوات ماتت ام الرسول وعمره ست سنوات يبقى هنا عندما ولد الرسول من اللي رباه امه امه اه من بنت واحد طب وبعد ما ماتت امه عندما بلغ الرسول ست سنوات ماتت امه عندما ماتت ام الرسول صلى الله عليه وسلم مين رباه؟ جده عبد المطلب جده عبد المطلب يبقى مين اللي رباه بعد وفاة امه؟ جده عبد المطلب رباه بعد وفاة امه طب بعد ما امه وجده توفه مين رباه؟ رباه عمه ابو طالب رباه عمه ابو طالب بعد وفاة جده يبقى هنا مامته توفت كان عمر النبي ست سنوات كان عمر النبي ايه؟ ست سنوات طب وعندما جده توفه كان عمر النبي ثماني سنوات كان عمر النبي ثماني سنوات مين اللي رباه بعد جده؟ عمه ابو طالب مين اللي رباه بعد جده؟ عمه ابو طالب رباه بعد وفاة جده طيب الرسول وهو صغير كان بيشتغل ولا ما كانش بيشتغل؟ لأ عمه وجده علمو الشغل وكان يشتغل في رعي الغنم جبقى اشتغل الرسول صلى الله عليه وسلم في الصغر براعي الغنم اشتغل الرسول صلى الله عليه وسلم في الصغر براعي الغنم زي ما انت شايف كده قدامك في الصورة الغنم يعني الخروف والمعزة الخروف والمعز كان بيحط لهم الاكل والشرب كان يقدم لهم الاكل والشرب وكان بينظف المكان حق جنبهم يبقى هنا اشتغل الرسول في الصغر براعي الغنم طب ولم كبر اشتغل في التجارة اشتغل الرسول صلى الله عليه وسلم في الكبر بالتجارة اشتغل الرسول صلى الله عليه وسلم في الكبر بالتجارة وبكده نكون خلصنا درسنا النهاردة يا سنة اولى السلام عليكم